وينضم إلينا من بغداد الخبير في أشعر المالي محمود غير سيد محمود ورحبك معنا إلى هذه النسرة برأيك هل نجح البنك المركزي العراقي بالحد من نزيف العملة الصعبة من العراق كما يسمى؟ شكرا جزيلا تحياتي لكم وإلى المشاهدين القناة نجح البنك المركزي إلى حد ما يجب أن لا ننسى أن الأسلوب الجديد في عمليات التحويل وقواعد الامتثال الجديدة واستخدام المنصة جاءت بعد عشرين سنة من أسلوب آخر لعمليات التحويل لذلك من المتوقع خلال الأشهر أنه تحدث عمليات اختراق أو تباطئ في عمليات التطبيق خاصة بجانبها الفني الآن باعتقادي بعد مرور أكثر من نصف سنة على البدء بتطبيق المنصة وقواعد التحويل الجديدة والرقابة القبلية وهو أمر مستحدث يعني فبدأت استجابة الحوالات والاعتمادات للتجار الحقيقيين تمضي بسلاسة وبلا مشاكل من ناحية التحويل لكن عندنا الجزء النقدي تعرفون أنت هناك حاجات إلى جزء النقدي خاصة أن العراق ما زال يصنف ضمن الدول الكاش سوسايتي فهذا الجزء النقدي هو الذي أصبح محل طلب كبير لأغراض إنجاز حوالات في السوق السوداء من قبل بورصات تهرب هذا المال خارج العراق وأنتم تعرفون أن النمط الجديد للتحويل لا يقبل مرور أي عملة أجنبية إلى الكيانات أو الدول التي توجد عليها عقوبات طيب سيد محمود برأيك ما هي الخطوات المتوقعة للمتبررين من هذه الإجراءات الجديدة لمواصلة أنشطتهم التي قد تكون غير شرعية الآن ما في مجال إلا في الأمد الطويل ومع تطور العمل للمنصة والبنك المركزي هناك طريقين أما العودة إلى المنصة واتباع قواعد التحويل المطلوبة وهذا سيخفف من عمليات الخرق أو مواجهة مشاكل قانونية تترتب على عدم الامتثال وخاصة أن ذلك سيسبب ضررا لهم المشكلة التي لدينا هي فقط في الجانب النقدي هذا الجانب النقدي وهو لا يشكل على فكرة وهو لا يشكل إلى 10% طيب سيد محمود السيد العلاق قال بأن هناك قواعد جديدة من شأنها أنت ستسبب في إغلاق بعض البنوك هذا الإغلاق سيتداعى على المسألة النقدية وتوفرة في السوق آسف باعتقادي أن الذي حدث لهذه المصارف هو عام 22 وليس عام 23 بعد الطبيق الآلية هذا واحد لكن الآن مطروح على المصارف جميعا أن تزيد من حجم رأس مالها ترفعها من 152 مليار دينار عراقي إلى 400 مليار دينار عراقي خلال مدة لا تزيد عن السنة والنصف يكون نهايتها في 31-12 عام 24 ستواجه لبعض المصارف مشاكل في تنفيذ هذا القرار الذي يبدو أنه لا تراجع عنه لا مرون فيه ويمكن كلمة السيد المحافظ واضحة في هذا الجانب أنه سينعكس هذا عليها كذلك بعض المصارف التي تعمل فقط في جانب التجارة الخارجية ولا تستخدم عمليات مصرفية إضافية أيضا سوف تواجه مشكلة وهناك بعض المصارف لم تشارك في استجلاب التجار إليها مما قلل وخاصة تلك التي ليس لديها مراسلين في الخارج هذه كلها مشاكل ستواجه المصارف التي لم تشتهد وتصل إلى مرحلة لتجاوز العقبات ومتنى كثيرا لك على حضورك معنا من بغداد الخبير في الشأن المالي محمود داغر شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر